مقالي ومقاله مصيبة لا يكون الكلام ده صح الفترة اللي فاتت وإحنا الدور اللي رجع والدوري رجع يعني إحنا انبسطنا إنه الدوري يرجع علشان حتى البيات الشت والكرة المصرية ما تدخلوش بدر شوية وشكرنا الحج عمر حسين على إنه هو فعلا حرص إن البطولة تتلعب أثناء كهس العالم إذا كان دل بيبقى يعني دم متقيل عند الناس إنها تقدر تعمل لها نوع من المغص الكروي بعض المغص الكروي شوية تتفرج على حاجة وترجع تشوف حاجة تانية خالص لكن لما تشوفوا الأجواء اللي الناس دي بتلعب فيها الكرة ومستوى التحكيم ومستوى العدالة ومستوى الانضباط ومستوى الجدية اللي في دوريات هذه الدول المتقلقة في المونديال واللي بيحصل عندنا تعرفوا إن المغص الكروي اللي عندنا ده طبيعي جدا وبديه للغاية الحقيقة ما سدنا إنه مجلس الأستاذ جمال علام استجاب لرغبة عند الناس كلها هات مدار خبير تحكيم أجنبي يطور منظومة التحكيم انت بتصرفه كتير وبتصرفه كتير في حاجات فرغة فمن الأولى أن أنا أصرف على مبدأ العدالة من باب أولى أن أنا أرتقب منظومة التحكيم من باب أولى أوفر تكافؤ الفرص بنزاهة وسلامة بين الجميع صرفت وجبت غرفة الفارو وتعقدته مع شركة ودفعته كتير أخيراً استجاب جمال علام ومجلسه لفكرة إن أنت تجيب الإنجليز كلاتنبرج رئيساً للجنة الحكام وإحنا قلنا كلاتنبرج أو أي خبير أجنبي وجوده على رأس اللجنة مش بس فرصة للتطوير والتحديث وتكوين مدربين حكام جداد لا ده كمان فرصة أنك تبعده عن المؤثرات والاتصالات آه الاتصالات والإملاءات والضغوطات وحطه فلان وشيل فلان ومش عايز فلان قلنا إنه ده حيكون ضمانة للحيادية وضمانة لإقرار العدالة فجأة والدنيا شغالة لإينا هناك من يشكو أنا مش عارف أتصل بالرجل ده أنا مش عارف أتكلم مع كلاتنبرج ده أنا كنت بكلم أصامع فتاح وبكلم جماله الغندور وبكلم أي حد في يوم وشفنا قبل كده شفنا مقولات سر واتسويلم الرجل عايز ياخد بطولة فمن حق نجيب له مدرب حاكم مصري الأجواء دي يا جماعة تخيلوا إنه احنا بعد ما مشينا خطوتين كويسين فجأة في الكواليس مجلس إدارة التحاد والكرة بيبحث تنفيذ رغبة هذا الذي يبغي الاتصال برئيس اللجنة شوفوا بقى الرضوخ وصل لفين خلاص هنجيب له اللي رياحك مش عشان عايز بطولة عشان مش عارف تكلم الخواجك لاتنبرج يا جماعة في أي نظام رياضي جد الكلام ده مصيبة بجد الكلام ده مصيبة جمال علام واللي معاه انتوا بتستهيلوا بالأمور فجرة إن حد يتواصل مع رئيس لجنة حكام أو تغيره بعد إذنك أو تغيره لرئيس اللجنة عشان تسهل عليه الاتصال أنت بترتكب جريمة حقيقية في حق الكورة أنت اعترفت على الهواء أنا كنت بتواصل هاتول اللي أقدر أتواصل أنا كنت أتصور ردة الفعل فتح التحقيق في هذا الكلام مع المسؤول أو المسؤولي اللي جد أسميهم في هذا الأمر كان بيتواصل معاكم وإزاي وليه وإمتى وإيه اللي حصل تحقيق جد كنت تشعر ساعتها إن الدنيا والله في محاولة لإنقاذ الكورة المصرية لكن النصيبة أنك تأخذ الكلام دا لا 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 أنت مش عارفت يتصل بك لأدو لا 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 عايز مين طيب مين نمرو عندك اللي يرد عليه كله وأنا جيبهه لك دا الكلام دا أستاذ إبراهيم حقيقي وحصل لا 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 يبقى احنا فعلا نكتفي بتشجيع الأشقاء العرب فعلا يعني مش هتلاقي حاجة في كور مصرية معادش باقي في حاجة غير محاولات جدى لناديين ثلاثة بيحاولوا في وص الزحمة دي أعملوا حاجة لكن بالطريقة دي كل كلمة من بتتقال يا جماعة تفتح ملف تحقيق كل كلمة بتتقال تفتح ملف تحقيق ما حاجة في حقا دا بالعكس دا فيه رضوخ واستجابة طبعا كلام اللي انت بتقوله دا لو صعيب ساذ براهيم هو أنت إيه الأحداث هي تشبت دا تخبرت إننا ما تنامنيش يعني أنا جاي متغاز وزعلان على الكرة المصرية وشايف إن الله بتدفعوها فاتورة كرهوكم للأهل ليه ها بدفعوها فاتورة كرهوهم للأهل طبعا وانت لما تحارب النادي لأهل إذا بتحارب حاجة ماشي عادل ولها ترتيب على مستوى العالم ونظام يشار إليه بيطولهم لأ مش عايزين دا 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 بلاش دا شوفونا حاجة تاني الله اطلق الفرص أمام الجميع ما بقول لكش طب طب على الأهل بقول لك ما تعرقلوش لا تزقوه لا تزقوه لا تزقوه لا تزقوه لا تزقوه لا تزقوه وغيره إنما كل مرة مصيبة غير التانية كاس العلم للأندية بتلعب لعبتك في المتخب ولو اللعبت المتخب الألومبي ما تاخدهمش وتلعب من غيرهم الدوري ولو غيرك ترجع له اللعب عشان يلعبوا معاه ولو اه تخبي جواب عشان النادي ما ياخدش الفرصة العادلة في الدفاع عن لقبه وتحقيق أرقام قياسية تخليه ملء الحديث والبصل على مستوى العالم لا أنا شده بقى شمعنا الأهلي هل هم كناس مسؤولين عن المتخبات غيرانين من النادي الأهلي مش عايزينه ينجع عشان ما يكشفهمش ده بالعكس ده هو اللي منجحكم يعني نجاح الأهلي بيديك دعم عبر التاريخ أنا مش بشارع لحد بالذات لأن السياسات ما بتتغيرش الأسماء عمالة تتغير والسياسات سابقة هي هي إزاي تحارب الأهلي إزاي ويطلع بقى صروت سيولم عشان يجنننا كل شوي أصل إحنا وإحنا ما مش هنسكت وإحنا بنحاسب من أساءل من أمن العقاب أساءل أدم طب إنت يا راجل إنت يا جباري اللي ماسكي بفر إلا فين العقاب اللي بتعمله على من أساءل أدم مرة واثنين وثلاثة واربعة ولا هو كلام طاقة حانك زي ما بتقول مستني الأهلي بس حد منه يوم من عددك على رأيك كامت السيد عشان تستعرض قوتك عليه عارف ليه يوم ما بيعملوا كده عارفين نبل النادي الآن عارفين إن ده مش مش حينفجر في الشيوم بشكل عنيف لكن برضو ما جمهورك إيجي يقولك إيه طب وإحنا حق إينا فين والله العديم ثلاثة لو إحنا تعملنا بالمثل لتتساوى الرؤوس يا جماعة إفخاره ابن ديكو إنه عنده من القوة أن يحافظ على هذا النبل وهذه السوابت في ناس بتحاول تجرجره لإخناقة إنه بترفع عنها عمال يلجأ للطرق الشرعية يلجأ للطرق الشرعية مش حن إحنا الأهلي في الأخر هيفرض ثقافته زي ما كده المونديال المونديال العرب والإسلام فرض ثقافته على العالم وابتدأ ويقولك أه ده اللي كنا بنقول عليه كذا ده طلعوا إنه هم اللي عندهم حق يوما ما هيحصل يعني مش معقول إن أصل يعني هو اللي جرب عرقة للأهلي شاف فيه أي نجاح أو تطور نتيجة هذه السياسة ما تجرب كده تمشي محايت شوية تشوف الدنيا هتوصل لفين مش تجرب إنما يجي يقولك أه أه أول السنة ممنوع المدرب يستقيل يضرب نادي تاني فلما يجي فاسيليو بابا فاسيليو يستقيل يروحوله عشان يقنعوه لحد عنده ما تستقلش لا أحسن مش حب طب ما تسيبه ويستقيل يجي ونفذ عليه اللايحة لا قوله قوله بالتليفون بلغوا الراجل ده إنه اللي استقال مش هيمرن حتة تانية رسالة هتوصل بالتليفون وليد قوله قوله يا سيدي إنت حريص على نادي شعبي وعايزه ماشي مفيش مشكلة بلغوا يمكن هو كراجل أجنبي مش عارف اللايحة يمكن المسؤول الإداري عنده ما يعرفش اللايحة وما بلغوش به أنبه يا أخوانا مش هيعرف يروح يمرن في عدة اتطمينه لو سابقه حيمشي كان حيستنى ويعود مش محتاجة مشاوير ولا زيارات ولا يعني إحنا ونقعد ندي فرصة على فكرة أنا من الناس اللي باحترم جدا على فكرة ولا أشكر في نواياه وممكن التصرل دا يبقى حسابات ما ما خطرتش على باله وده برضو نوع من الخبرة أعتقد أنه هو حيستفيد منها جدا يعني أو أي مسؤول عن الكرة عايز السفيد مش هيكرر الأخطاء دي مستحيل يعني لأن كنت رايح عارف إمتى يبقى من واجبه أنه يروح لحد المحلة لو المحلة دي كان مطشاف أفريقي لكن ناديين مصريين بلاش الأهلي ناديين مصريين مع أي نادي تاني كان حيبقى لبرضو المنظر مش كويس ومش درر للربطة إبقاء للأنديه على مدربيها كل نادي بيشتغل لوحد والله ما عندي مانع أنه يبقى ليهم دور في استقرار المدربين والأنديه من بقيت إعلامهم باللوايح بس يعمل لهم طريقة تليفون لرئيس النادي بتاع غاز المحلة أكلموا الرجل دا قولوا له كذا بس الشركة بتاعته مش فيه شركة اه اتصر بوكيد الراجل دا قولوا له ما تضيعش الراجل بتاعك مش هيقدري مرة مش عايز أكثر من تليفون وأنا كنت سعيد حبق مع التليفون دا ليه لا إن إحنا ما نساعده الناس تفهم اللوايح صح لكن المبلغة المبلغة في كل شيء طب التحكيم التحكيم بقى النهاردة ما انت عملت تجربة مقتنع بيها لا لا ما تسيبها للآخر وما تجبهاش في ظل تصريح غريب تقال يا جماعة مش عارف اتواصل مع الراجل دا فبسرعة تنبه هو في رئيس نادي ينفع ينفع رئيس نادي تعال سكندر يقول الجملة دي ينفع سموح يقول كده ينفع الأهل يقول كده ينفع فيوتشار يقول كده ينفع مين ينفع مين يقول انا مش عارف اتواصل مع التحكيم والسبوع اه ويقوله وتتواصل مع التحكيم ليه اه اول سؤال ليه افتح تحقيق بتتواصل معهم ليه هو بقول انا قابل كده كنت بتتواصل افتح تحقيق ازاي وتواصلت مع مين وانت وديني تواريخ وتعالوا قال لكم ايه تحقيق حتى لو مش هتصفر عن شيء هتعرف ان الحكام يعرفوا ان فيه محاسبة يبقى يفعلوا تليفوناتهم على المسئولين انما ايه بقى يبقى كل حاجة باعترافات قمية عندهم وتجري تنفزه اللي هو عايزه لا مش كده بس اه ده هم بقى يدعون وده بيحصل للنادي الاه يدحكك يعني اه كل يوم تاني يعترفوا جموله عايز بطولة جمول مدرب اللي بيرايحوا اه الحكم اللي عايزه الحكم اللي عايزه مش عارف ايه اه حكم مصر عشان عايز بطولة والناس وكل يعدي اه دفعت اللوس انا عايز العدالة يوم يخرج بضربات دزاء اه مرتين من كاس مصر امام نفس المنافس ونرجع نعد في البطولات ولك مستكترين علينا البطولات يا عامو انت البطولات متقلاش عليها اني اه جاية جاية لكن احنا برضو الاهلي يتعلم مش هيبقى نفس الاهلي اللي يقدر تأثر عليه مثل هذه التصرفات يعني هنحاول ان احنا ما نغلطش خالص لان احنا برضو ساعدنا الذي اقراضا يعرقلنا اتعرقنا له لما كناش اتعرقنا له بهم عمل برضو كنا هنجره ونوصل به امم ف مش عايزين يا جماعة والنبي ينفضلكوا يعني نفسينا نصدق مرة انكم زيكم زي اي مواطن مصري زعلان على حالك انت مسؤول عنها طب انتوا زعلانين على حالها ولا مبسوطين بيها اذا كنتوا مبسوطين بيها اقولولنا عشان اذا كنتوا مبسوطين بيها نجيب من الاخر احنا بقى ونشجع حد تاني لان احنا محدش مبسوط من واقع الكرة المصرية بكل عناصرة الا في مراحب قلب وانصر التحكيم زي ما قلتلكوا هو الانصر الاهم في المنظومة حيتحايلوا على الفكرة ممكن نخلك لاتنبرج بس نقول ده مسؤول التطوير ونجيب رئيس للجنة ونقول ده مدير للجنة بس عشان يبا تلفونه متاح عشان يتم الاتصاب به عشان بينه وبينه عقد اه ويجيب حد اللي هو حيتم التواصل من خلاله ده هيحصل لا انا بقولكو اهو على فكرة المصيبة لو الكلام ده حصل انا معلومتي انه ده هيحصل اصد ابراهيم في الاجتماع الجاي اصد ابراهيم يا جماعة فتن لي وقال لي على اسم المرشح اه وعلى فكرة هو بالنسبة لكم مش هيبقى مفاجئة لان اللي يستجيب لرغبة التغيير هيستجيب لرغبة الاختيار يجيب له الافضل والاقرب الاختيار بتاعه اللي هيبقى فلان اه وساعتها هنتفرج على عجب اعتقد مصدقية مجلس ادارة اتحاد الكرة جديته ورغبته في انه يقيم العدالة بجد على المحاكة الاجتماع اللي جاي هيتم اقرار المطلوب ونجيب له اللي يعرف يتواصل معاه كويس اوي هكذا قيل وهكذا سينافع نتمنى أنا أقول تلك دي فقرة بعنوان مصيبة لو الكلام ده صحيح دلوقتي ده كان في مقالي ومقاله